اه طيب سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. انا احمد شيتو. ان شاء الله اتلعى اتكلم معكم كده وواليكم فيه خطوات بسيطة ازاي تغير شكل الدسكتوب عندك. يعني من الشكل بقى النمطي او المعتاد عليه يعني الى الشكل الجميل اللي انتم شفتوه فيه فده يبقى موضوع حيات الان شاء الله خطوات بسيطة وسريعة كده بس سمع معي كده الفيديو حد اخره. وهاني كالعادة لو الموضوع عجبك ما تبخلش عليها بالدعم المعناوي اللي هو عبارة على اللايك. كومنت جميل زيك كده واشتراك في القناة لو انت او مرة تشوفني فعل زر الجرس. عشان اي فيديو يزيله جديد يجيلك باشعار. وبدو الراغي كتير. يلا بينا يا شباب. اه طيب يا جماعة ورجنا نطوله بعد الانترو كالعادة نخش هطوفه من دول الحلقة. طيب بصوا يا شباب اعملوك هده كليك المين عندكم على سطح المكتب وهتخش على دي اضغط عليها. اهل فتحك تمام الصفحة دي. هتيجي عندك هنا على اللي هي استردت خش عليها. وهتيجي على وهتفعل كل الكلام ده كل الوف ده معلم يعملو هنا كده كله ان. تمام كده يا شباب بعد كده ايه في الصفحتي خلاص? طبعا اللي احنا عملناك ده لو ناخد بالك انا في الاستردت هتلاقي زهر لك الحاجات دي هنا تحت. ده اللي احنا عملناه يعني. سمعه لك هنا كده يعني. طيب بعد كده انت هتخش على الموقع ده انا هسيبه لك في صندوق الوصفة طبعا. هتخش على المواقع ده وهتحمل البرنامج ده. هو مساحته انا محمله طبعا مسبقا قبل كده. هو مساحته كام يعني اقول طريقا عشرة ميجا بايت. المهم هينزل معك دي الشكل ده هنا عادي خالص. طبعا كليك المين عليه كده. وهتقول له هنا هتستابه طبعا زي زي برنامج عادي خالص. هنا كده اوكي. هو هيبدأ طبعا هنا ينزل حاجات كده ويسطب كل حاجة مع نفسه. ما هيعمل كل حاجة مع نفسه. طيب ايش انا بزي ما انتوقعه وخلص كل حاجة مع نفسه عادي خالص. قوله بعد كده هنا وهدي الواجهة بتاعت البرنامج. طيب هنسابه على جنبي دلوقتي وهدي كده برضوك انا هسيب لكم التاني ده برضوك في صندوق الوصف ده او يعني لملاف موجود على الميديا فاير. صحته خمسة ميجا بايت وشوية. طبعا هتنزله برضوك انا كالعادة منزله به شكل مسبق. هينزل معك بالشكل المضغط ده. هنفك الضغط عنه برضوك. اهوت قوله هنا اكسراكت فايل. قوله بعد كده هنا اوكي. هيتطلع معك الفولدر ده. هنفتح الفولدر. نكبر بس الدنيا. هنا اهوت. وهدي شكل حاجة. هيتطلع معك هنا في تلات ملفات وفي هنا سيب البرنامج دلوقتي. هنسيب الملفات دي برضوك دلوقتي كده. هديجي هنا على البرنامج وهضغط هنا كده. هديجي عندك كده في اول واحدة اللي هي ونس حداشر دي وخش على ديتلز هنا كده. وهنقول له هنا كده. هنا جمعا ما تلقوش ولا حاجة ما فيش اي يعني ريسك ولا حاجة انا بس ثبتها قدامكم على الكمبيوتر بتاعي حتى الشخصي هو. الفكرة كلها بس ان هوك منه شايف ان دي حاجة هتغير فيه اعدادات الويندوز يعني وحاجة من برة الميكروسوفت وكده يعني. هو بس ببعادتك في ساعة تحزيرية. بس عمتا ما تلقوش يعني. قلو هنا هو هيبدأ يثبته بشكل طبيعي جدا. طيب هو كده خاص ثبت معنا اعمل بعد كده تخش على التانية هنا اللي هي تاسكبار هاي دية تخش برضوك على وقول له برضو كده كده هنا نفس الكلام برضو خلاص خلاص معنا اعمل باك برضوك وهتخش على اخر واحدة اللي هي التالتة اللي جنبهم دي هتخش برضوك هنا على هنا كده ونقول له برضو كده كده وقول له هنا برضو خلاص كده يا شباب اللي ده التالتة كمان استبتت معنا بقى احنا كده سبتنا اول تلاتة طيب هنيجي بقى على اللي احنا كنا منزلينه اللي هو دوت. هنيجي بس نخليه هنا كده في الجنب عشان تبقوا ايه شايفينه يعني. طيب بص اشعروا بركزوا معي عشان ايه الدنيا متوشوا منكم. هتيجوا هنا كده يلاقي دي هتلاقي هنا اهو انا سايب لكم برضو كلها دي هتخش عندك هنا على وهتخش بعد كده هنا عندك على وهتنزل شايفين الاوامر دي هتعلموا عليها كلها كده وتمسحوها بالكبورد يعني. وهتيجي تفتح عندك ده هنا كده وهتعمل هنا بس هنا كده اي حاجة وقلونا عشان تسلكت كل الكلام ده بعد كده هناخده قابعة وهتيجي هنا كده تمام يا شباب بعد كده تقوله هنا طيب ده كده عمل معنا ايه عمي شيته او سمع معنا في ايه بص يا شباب كان متغطو على هنا كده شايفين شكل بقى شكل عامل ازاي شكل مختلف خالص عن الشكل الموجود او الطبيعي اللي عندك طيب ارجع بقى من دي بعد كده تخش برضك على الاداة الثانية اللي هي هتلاقين هنا برضك سيب لك التاني اللي هو انزل اتناشر ده اللي هو سايزد خش عليه برضك هنا كده وهتيجي عندك هنا على وهتنزل تحت برضك وهتمسح الكلام ده كل وهتيجي هنا كده تعليم لأي حاجة وتقول هنا كنترول ايه كنترول سي عشان ناخده قابل ايفة دي هنا كده وتعال هنا كنترول في بعد كده اقول له هنا سيف انا ناخد باني هللاقي كده ايقونات انتمسح شكلها بقى اصغر او مليمال اكتر يعني. طيب ارجع من هنا كده باك. وهتخش بقى الاخر واحدة خالص اللي هي تدرز هنا كده برضو. وهتيجي عندك على و هتمسح برضو كل الكلام اللي هنا ده. امسحه. وهتيجي طبعا هنا عندك على اخر ملف و برضو هتعلم لأي حاجة. كنترول اي كنترول سي. وقفل ده هنا كده. وهتيجي هنا كنترول في وتقول له هنا. وبس كده يا شاب اطلعوا بقى خلاص من هنا. طبعا يا جماعة برضوك عشان تقول تفهمين. لو انتم عايزين تلغوا كل الحاجات اللي انتم عملتها دي عشان برضوك انا بعرفكم ازاي تسبتوها وازاي تلغوها. عادي خالص خش على اي اداة اللي انت عاملها. وهتيجي تقول هنا. لما تامي هترجع كل حاجة لاصلها عادي تاني جدا. فالاداء امنها وما يعني ما تقلقش. العب راحتك يا معلم زي ما انت عايز. يعني الشكل اللي انت عملته مش عاقبك او اي حاجة. تقدر ترجع له بمنطقة سهولة. هتخش تعمله هنا وكل حاجة هترجع معاك طبعا على اصلها. بقى ايفل ده خلاص اطلع منه. وهديجينا على الفولدر بقى اخر خطوة. هتامي كليك كلمين هنا كده. وهنقول اللي هو نعملها خلفية يعني او وهنقفل الفولدر ده. وبس نشيل ايه الحاجات اللي موجودة برة. وهدي الشكل اهو. طبعا جماعة زي ما انتم شايفين الشكل بقى امتع بكتير جدا. انتم تاخدوا باركو برضو اه الاكتونات يعني اللي هو الشكل تاس كبار منك كده من ناحة المين. ومن ناحة شمال ما بقاش كامل يعني بقى متاخد منه حتة من هنا ومن هنا كده. ودي الشكل طبعا اللي هو القوايم بقى عندك هنا في قائمة اللي ستارت. فبصراحة الشكل بقى تحفى وشكله اجمل بكتير جدا. فباش شراب داكت حاجة النهاردة او شرح النهاردة. كالعادة يعني لو انت استفدت مني حاجة متاخدش على بلايك. كومنت جميل زي كده اشتراك في القناة انت مش مشترك. فعز زر الجرس. ولازل قدامكم حلقة دي قناة التليجرام ايما لازل هناك حاجات معرفش نزيلها هنا على اليوتيوب. اهتمنا طبعا انتم نضموا لي القناة. هسيب لكم برضو كل لينك اشتراكها في صندوق الوصف. وبس كده يا شباب.